اشتركوا في القناة الذي جرى تخصيصه هذا العام حول مساهمات المرأة في مجال التعليم العالي والفرص المتاحة لها في مجال علوم المستقبل واستهلت قرينة عاهل البلاد المفدى اللقاء بالترحيب بالحضور مشيرة سموها الاعتزازي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله رعاه بدور المرأة البحرينية واسهماتها الواضحة في المجال التربوي والتعليمي مشيرة الى دعوة جلالته لتوثيق مسيرتها في هذا المجال لتعريف الاجيان القادمة بهذا الدور الرائد واكدت سموها ان هذا الاهتمام يأتي بناء على ما حققته المرأة البحرينية من انجازات كبيرة في هذا المجال النوعي حيث تقلدت مناصب قيادية رفيعة من بينها رئيسة جامعة وعميدة كما حصلت على درجات علمية رفيعة في مجال التدريس الجامعي والبحث الاكاديمي وعضوية الهيئات والمراكز الدولية وبينت صاحبة السمو الملكي اهمية اللقاء مع نخبة من الكفاءات البحرينية في مجال التعليم العالي وذلك بمناسبة اختيار المجلس هذا العام لموضوع يوم المرأة البحرينية تزامنا مع مرور مئة عام على بدء التعليم النظامي في البحرين مستذكرة سموها في هذا الصلد اعلان يوم المرأة البحرينية كمناسبة وطنية في العام 2008 بالتزامن مع مرور ثمانين عام على بدء التعليم النظامي للمرأة في البحرين وأوضحت قرينة عاهل البلاد المفدة أن شعار يوم المرأة البحرينية هذا العام ينطلق من ركيزة أساسية تتميز بها المرأة البحرينية والمجتمع البحريني على حد سواء وهو احترام العلم وتقدير القائمين والقائمات عليه ومن هنا جاء شعار قرأت تعلمة شاركة مركزا على التعليم كأساس لمشاركة المرأة البحرينية الفاعلة في بناء وطنها مشيرة سموها إلى أن موضوع يوم المرأة البحرينية هذا العام يضيف بعدا جديدا يتمثل في ضرورة إعداد المرأة البحرينية لمجالات علوم المستقبل وذلك في ضوء ما يشهده حضورها اللافت في مجال التعليم العالي كخريجة أو كأستاذة وأعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تطلع المجلس للحصول على أفكار ومرئيات واقتراحات من المسؤولين والمختصين والمعنيين في مجال التعليم العالي والأكاديميات من خلال مجموعاته تركيز وحلقات نقاشية بهدف وضع تصورات تتعلق بتشجيع الفتيات على الإقبال على مجالات تعليم وعدة كالتعليم الفني والمهني والعلوم المستقبلية الجديدة وما يتطلبه ذلك من استحداث للمزيد من البرامج ذات العلاقة بمتطلبات سوق العمل المستجدة بهدف مواصلة التطوير والبناء على ما وصلت إليه المرأة من مكانة رفيعة في قطاع التعليم العالي وأهمية أن تواصل عطاءها بما يؤهلها لأن تكون مكونا أصيلا في مجالات علوم المستقبل وبحسب متطلبات وتوجهات سوق العمل مشيرة سموها حفظها الله في هذا الصدد إلى أن المجلس يعتزم تنظيم أول هاكثون نسائي في مملكة البحرين بهدف تنمية الابتكار ومهارات الاختراع في مجال البرمجيات التقنية ذات العلاقة بعلوم المستقبل التي تتجه مملكة البحرين نحوها وفي العديد من القطاعات الوعدة كالعمل المصرفي والنفطي والطمبي والفضائي من جانبهم أكد الحضور أن مبادرة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للتركيز على مساهمات المرأة في التعليم العالي ودورها المأمول في مجال علوم المستقبل من شأنها أن تسلط الضوء على الإنجازات البارزة للمرأة البحرينية في هذا القطاع المهم ويشجعها على المزيد من التقدم والارتقاء في دراستها وعملها معربين عن استعدادهم للتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في مجمل الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية 2019 مثمرا تشرفنا بتوجهات صاحبة السمو التي أكدت على أهمية التحضير للاحتفال القادم بيوم المرأة والتي تفضلت حفظه الله ورعاها عندما تم تخصيص هذا اليوم لتكريم المرأة في التعليم العالي وهذا له مدلون كبير يؤكد متابعة المجلس الأعلى للمرأة في كافة الجوانب التي بذلت فيها جهود المرأة البحرينية وكما نعلم بأن التعليم العالي يعتبر من أساس مهم جدا في التنمية ويؤكد بروز المرأة البحرينية التي انتقلت لمواصلة دراساتها سواء كانت في مملكة البحرين أو في الخارج واكتسبت بذلك خبرة كبيرة انعكست على كافة جوانب التنمية وحتى سوق العمل أيضا وأسهمت بعد ذلك بدور بارز وواضح عندما تولت مختلف المناصب نحن اليوم بعد هذا الاجتماع سوف نبذل كل جهدنا بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وكذلك أيضا مع فرق العمل التي سيتم تشكيلها على هذا الصعيد لإبراز هذا الدور الحيوي لأن التعليم في مملكة البحرين قطع شوطا كبيرا وهذا العام سوف نحتفل بمرور مئة عام على التعليم فتخصيص يوم لتكريم المرأة البحرينية في هذا العام عام التعليم له انطباع كبير جدا من التقدير والاهتمام فكل الشكر والتقدير لصاحبة السمو على اختيار هذا اليوم وان شاء الله سوف تبذل كافة الجهود لكي تبقى دائما مملكة البحرين متميزة على الصعيد التعليم والتعليم العالم المرأة البحرينية عنصر هام في المجتمع البحريني هي نصف المجتمع وصاحبة رسالة والتعليم للمرأة مثل ما اشارت اليه واكدت علي صاحبة السمو بدأ في عشرينيات القرن الماضي فلها تاريخ حافل وكبير في التعليم مجالها في التعليم العالي ايضا مهم لان الوظائف الموجودة والمجالات المطروحة والتي ستطرح في المستقبل لابد ان المرأة البحرينية تاخذ مجالها فيه بصورة اكبر بالنسبة لبولي تكنيك البحرين في عندنا نسبة تقريبا 48% من طلبتنا من الاناث ولكن في عدد من التخصصات التكنيولوجية واللي لها مستقبل نرى ان نسبة مشاركة المرأة اكبر في عندنا بعض المجالات فيها 80% من الطلبة من الاناث في بعض التخصصات اكثر من 50% من الطلبة المشاركين من الاناث اليوم نشوف نظرة طويلة العمر والامور هذه اللي الان قاعدة تصير هذه كلها نوام من 15 سنة او اكثر احنا كجامعة الملكية تبنيناها بدعم طويلة العمر ونشوفهم اليوم الان في مثل ما قلت للاخوة وطولة العمر انه اليوم 80% من متخرجات الجامعة الملكية البنات يتوظفون سواء في المجال القانوني او المهني او في الاعمال او في الوزارات سواء في البحرين او في المملكة العربية السعودية الشقيقة هذه المبادرة ليس جديدة على سموها فهي دائما سباقة في تعزيز دور المرأة وقيادتها في المجلس الى اخرى طبعا المرأة البحرينية مثل ما هو الشعار قرأت وتعلمت وشاركت فعلا هي قرأت وتعلمت وشاركت فاحنا الحمد لله في التعليم العالي كوني انا مسؤولة ومؤسسة لجامعة الخليجية وبالتالي اقود مجلس امنائها ومجلس ادارتها يهمنا جدا ان نوفر الفرص لتعليم الفتاة البحرينية وتلقي تعليمها العالي وفي يعني من عدة جوانب اهم جانب ان نخفف عن هالمعاناة اللي احنا عانيناها علشان نروح نتعلم خارج البحرين سعدت اليوم بلقاء صاحبة السمو والملكي الاميرة سبيتشة بنت ابراهيم وسعدت اكثر لما عرفت انه يوم المرأة البحرينية لهذا العام سيكون حول المرأة في التعليم العالي كوني عميدة في كليات العمل الصحية هناك نسبة كبيرة من طالباتنا من الاناث اكثر من 60% في تخصصات كثير كبيرة مثل التخصصات التمريض البكالوريوس وماجستير التمريض جهود مملكة البحرين الحبيبة وجهود صاحبة السمو الملكي الرائعة في دعم المرأة ومستمر في دخولها في جميع المجالات وبالذات مثل ما قلنا نهاية السنة في احتفالها بدورها في التعليم العالي المرأة البحرينية ابتدت بالتعليم مبكر جدا قياسا بالمنطقة المحيطة فيها وحققت مناصب رائعة في التعليم والتعليم العالي في مختلف المجالات والتخصصات ترجمة نانسي قنقر